هبتدي بخبر مهم جداً وده العلاقة بين اللعبين وانك تقف جانب زميلك كهرباء بيزور مران محسن في بيته وبيسنده من خلال طبعاً تواجده في الفترة القادمة معاه وده شيء مهم يعني جميع اللعبين دايماً بيبقوا زمله وبالتالي لما بيحس ان زميله محتاج دعمه لازم طبعاً يبقى جامل حاجة كويسة من كهرباء على فكرة يعني برغم ان كهرباء ساعات كده يعني الامور بتطلع منه حاجات كده ممكن تخلي النادي يخسر مجهوداته الامور بالنسبة له ممكن حاجات كده بيعمل لكن في الاخر هو لاعب مميز ولاعب زكي هنا التعامل مع زميله اللي برضو محتاج مساعدة زميله ومحتاج مساعدة جمهور هو متواجد في الوقت واللحظة دي طبعاً مران بيعدي عثاقت بفترة وكلنا شايفين يعني ممكن فيها سوق حظ فيها ضغوط كتير من الجماهير وانتقادات كتير لكن اي لعيب كورة وزي ما احنا قلنا وكنت بتكلم كذا مرة مع كورديوف ان الانتقاد ده شيء يديك حافز يديك جزئية ان انا لأ انا هبقى افضل مهما كان مين بيتكلم علي انا هبقى كويس حتى لو انا في اولى مباريتي مثلاً تريت ونزلت وجبت جون بلاش بقى انا ما بحبش اللعيبة اللي بتحدي بينتقادها ببتدي يحط بقى ودانه وبتدي يعمل علامات لجمهور لان انت ما زلت ما اعملتش حاجة ما زلت لازم تكمل المشوار اللي انت بدأته بالاسرار عندك انك تعمل والانتقادات دي تحولها ليه جزء ايجاب فانا بشكر الكهرباء طبعاً في جزئية التواجد مع مروان وده الشيء مهم واعتقد ان جميع زميله بيقفوا في ظهره ولازم الناس كمان بقى الفترة اللي جاية توقف مع مروان لان هي في فرصة هي في فرصة لمروان هو لابس تشارت النادي الاهلي في الوقت الحالي مش برا النادي الاهلي وبالتالي فرصه متاحة في الفترة القادمة انه يقدم احسن ما عنده ويشتغل على نفسه لان في ظل حاجة الفريق لفرود والمكسب دايماً لازم مروان يبقى حاضر بهدف بيأسست الارقام ولغة الارقام هي اللي بتشتغل على اللاعب زي ما احنا شايفين كده يعني رب ما شاء الله على مصطفى محمد مع جالة السراي ارقام الناس ما جاتش هنا لمصطفى محمد إلا عشان ارقامه مع نادي الزمالي فبالتالي شيء مهم جداً اللي عملوا كهرباء مع مروان محسن في الفترة دي الاهلي بستقنف طبعاً تدريباته لمواجهة المريخ السوداني طبعاً الاهلي بيضم في مجموعة وفيتا كلاب وسيمبا التنزاني كل التوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي ان يتصدر هذه المجموعة تريحه كتير طبعاً في الفترة القادمة طيب النهاردة كان في مباريات في كأس مصر في دورة 32 كان في مفاجآت اتكلمنا على نتائج الامس النهاردة كان الاتحاد بيلعب النجوم وفاز 2-1 الانتاج الحربي النهاردة بيخرج ويؤدع كأس مصر في دورة 32 من نادي كوكاكول طبعاً مفاجئة المباراة اليوم ايضاً الاسماعيلي بيفوز على فيينا 2-1 وان شاء الله فيه بكرة مباراة المصري والمنصورة ايضاً في دور الـ 32 خلنا نروح لأستاذ محمود الاسيوتي رئيس نادي